شوف أنا نحب نمشي للسياسة لأنه اللي قاله سيد وزير الداخلية يندرج في أكثر في إطار تحليل هذه المفردات في جنبها النفسي والمتوتر قراءته من الناحية السياسية يعني خطأ متوتر جداً من تركيبته من لهجته من استهدافاته من معجمه اللي فيه معناها كيف يقول وزير الداخلية سورته معناها تحت قوات الحامل السلاح تحت ما يسمى بالأجهز الصلبة للدولة ويعمم على تقريباً مس كل المجتمع أنه خوانا والأخير هي يعني مسألة خطيرة جداً هذا وقت اللي يقوله رجل داخل النظام داخل نظام الدولة في تقديري يعكس الأزمة التي يعيشها النظام التونسي اليوم نظام عنده مشاكل دولية وديبلوماسية يعني تونس في هذا العالم المتحول اليوم دبلوماسيتها مش عارفة وين تمشي تعمل كل يوم مشاكل وكل يوم عداءات جديدة ولكن في نفس الوقت هي في نفس الانبلاسما التاريخي متاعها يعني من نجموش نقوله أنه تونس اليوم عندها خريطة دبلوماسية جديدة مثلاً تراعي التغيرات الاستراتيجية في العالم لا هي ما زالت تونس في اللقان أمريكين وأوروبياً ولكن في نفس الوقت مش عارفة ديريجي شيء دي ومش عارفة تعلن عليه بفصح وتغطيه بكلام سيادوي سوفرينيست معناها ما نروش ليه امتداد في الواقع ما نروش ليه ممارسة في الواقع في نظام اليوم عنده أزمة مع مريديه مع كل من اعتقده أنه 25 جويلية والفئات الاجتماعية الفئات الاجتماعية اللي اعتقدت فيه 25 جويلية بش يكون متاع برافاه اقتصادي واجتماعي ما كانش بش يكون متاع محاسبة حقيقية وفعلية لأنه المحاسبة رهو مش ثم ناس في الحبس المحاسبة الحقيقية والشعبية هو كيفاش معادش يصير اللي صار كيفاش نعرفه اشنوه صار بالضبط كيفاش تتحاسب الناس اللي يحكموا لعشر سنين حركة النهضة وغيرها ولوبيات الاعمال والفازدين واللي باهم واللي عليهم اذنما وين مصدقية الدولة اليوم في المحاسبة أن يتقول ماذا فعلوا ماذا نهبوا ماذا سرقوا يجب نعرفه كيفاش بالضبط نحن ما نعرفوش نعرفوش حات شيء ما نعرفوش على ليش تحاسبهم الدولة دي لاني انا راجل غنوشي وحركة النهضة نحبهم يتحاسبوا على دم توانسة وعلى سرقة مال توانسة وعلى اختراق دولة توانسة وعلى خيانة توانسة وعلى الجوسسة وعلى العلاقات الدكترون ما نحبوش على خاطر شاكي بيه من عرش شكون على خاطر اعمال من عرشني مش انا ما صار المحاسبة من وجهة نظر وطنية ومن وجهة نظر غالبية الفئات هذا التوتر المأزوم وعدم قدرة النظام على حل ازمة البلاد وعلى حل كل ازماتها المتشعبة الاقتصادية وسياسية ازمة النظام في انه مش قادر يجاوب انه نحن كنا في ديمقراطية فاسدة نعم كنا في ديمقراطية فاسدة بديلها شنوه من المفروض بديلها ديمقراطية حقيقية بديلها حريات بديلها مساواة حقيقية بين المواطنين والمواطنات بديلها توجهه جديد في رفض القمع ورفض الاستبداد ورفض مسامل الحريات هذا هو مش نروه في هذا هذا نروه في ميل استبدادي متساعد وقوي وحقيقي وقت اللي يجي الازمة هذا يخرج الخطاب هذا يخرج الخطاب الانشائي والعدواني وبالمناسبة سيد وزير الداخلية في التعميم هذا رهو يجيش على مسؤول وراهو يمس ويجرح ناس وهاو مش نعمل وتحدي شوية لو ما كانش فنة تعميم أي من العالوي لو قد بعض الاعلاميين بعض النقابيين بعض السياسيين مش تكون نفس أنا ما نحكيش مش من ناس النقابيين يجاوبوا على رواحهم والأحزاب يتجاوبوا على رواحهم أنا سياسي وأتحدى نظام تونسي هاو أنا سياسي أنا ما نملك حد شيء مثلا عديد خمس سنيه في البرلمان لا أملكوا منزلا لا أملكوا سيارة لا أملكوا أي شيء خلف بطاق التعريف الوطني ونجمة إذاعة دي وانا فام نعطيها الكمتبون كارمتاعي أنهار تلي تلقاه الدولة دي في الفير بعد عشر في الشهر أنا مستعد ياربطوني في الحبس شفت الكلام وقت الي يوصل متاع التعميم ومتاع الفساد وأمرروا هذا على كل قيادة حزب الوطنيين ديمقراطيين مواحد وليذلك مسألة التعميم متاع الفساد ومتاع الحرب هذية هذا معجم حربي لسلطة تريد مواجهة المجتمع ترجمة نانسي قنقر